استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ يده الله في قصر الاسخير هذا اليوم فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارة فخامته لمملكة البحرين ولدى وصول فخامة الرئيس الفلبيني إلى قصر الاسخير جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية وعزف السلمان الوطني الفلبيني والملكي البحريني اشتركوا في القناة سلام جمهورة الفلبين وسلام الملكي البحريني سلام خف اشتركوا في القناة 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 بعد ذلك تفقد جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم حرس الشرف الذي اصطف لتحيته معه المترجم للقناة ثم صافح الرئيس الفلبيني كبار المسؤولين من الجانب البحريني كما صافح جلالة الملك المفدى عضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته ترجمة نانسي قنقر بعدها عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي رحب خلالها جلالة الملك المفدى بزيارة الضيف الكريم والوفد المرافق له لمملكة البحرين والتي سوف تفتح مجالات أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات مشيدا جلالته بحرص فخامة الرئيس رودريغو رودوتيرتي عرئيس جمهورية الفلبين الصديقة على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين بعد ذلك توجه صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفلبيني إلى المجلس العام حيث عقد جلالة الملك المفدى مباحثات رسمية مع الرئيس الفلبيني بحضور الجانبين مؤكدا جلالته الحرص على تنمية هذه العلاقات الوطيدة والوثيقة التي تربط البلدين وما تشهده من تطور وتقدم على كافة المستويات كما تم بحضور حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفلبيني تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين التالية أولا مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بينما وقعها عن الجانب الفلبيني سعادة سيد إنريك إيمانالو القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية ثانيا مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية مملكة البحرين ومعهد الخدمات الخارجية بوزارة شؤون الخارجية الفلبينية والتي وقعها عن الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية فيما وقعها عن الجانب الفلبيني سعادة سيد انريك اي مانالو القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية ثالثاً روتوكول تعديل بعض مواد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين حيث وقعها عن الجانب البحريني معالي الشيخ احمد بن محمد الخليفة وزير المالية وعن الجانب الفلبيني سعادة سيد انريك اي مانالو القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية رابعا مشروع بروتوكول اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين والذي وقعه عن الجانب البحريني سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات فيما وقعه عن الجانب الفلبيني سعادة السيد آرثر بي توغادي وزير المواصلات وقد بارك جلالة الملك المفدى وفقامة الرئيس الفلبيني هذه الاتفاقيات التي ستتر العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين لكل ما فيه خير وصالح شعبيهم الصديقين كما تم خلال جلسة المباحثات استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين لسيما في المجالات الاقتصادية وتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وأعرب الجانبان عن ارتياحهم للتطور المستمر في العلاقات البحرينية الفلبينية وأكد أهمية مواصلة العمل لتوسيع نطاق التعاون المشترك بما يفتح أفاقا جديدة لمزيد من الازدهار والتطور والنمو في علاقات البلدين وفي مختلف المجالات وأكد جلالة الملك المفدى أن زيارة الرئيس الفلبيني للبلاد ستشكل انطلاقة مهمة نحو تعزيز هذه العلاقات وفتح أفاق أرحب من التعاون خاصة على الأصاعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية مؤكدا جلالته في هذا المجال على الدور الذي ستلعبه اللجنة العليا المشتركة لتعاون ثنائي بين البلدين والقطاع الخاص في تطوير التعاون الثنائي من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يسهم في زيادة حجم التمالي التجاري منوها بما توفره مملكة البحرين من بيئة استثمارية مناسبة وقوانين مرنة وفرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمصارف والمؤسسات العالمية والتي تتخذ من البحرين مقرا لعملياتها وأعرب جلالة الملك المفدى يده الله في الوقت ذاته عن تقديره للإسهامات المتواصلة للجالية الفلبينية في مسيرة التنمية والتطوير في مملكة البحرين وما تتمتع به من كفاءة ومهارة عالية في مختلف التخصصات وأنها موضع المحبة والترحيب من جميع أهل البحرين الذين يكنون لهم كل التقدير كما أشهد العاهل المفدى بدور جمهورية الفلبين في محيطها لاسيوي وما حققته من إنجازات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهة النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بدوره أعرب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وعلى دور جلالته وجهوده في تطوير العلاقات البحرينية الفلبينية وعلى ما يلقاه أفراد الجالية الفلبينية من ترحيب ورعاية واهتمام مؤكدا سعي بلاده وتطلعها لتوثيق أواصر صداقة والتعاون مع مملكة البحرين مشيدا بمظاهر النهضة والتطور التي تشهدها البحرين وبسياسة الانفتاح التي تنتهجها منذ عقود والتي أسهمت في تقدم المملكة ورقي شعبها اشتركوا في القناة 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 بعد ذلك أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة عشاء تكريما لفخامة الرئيس الفلبيني والوفد المرافق وكان سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي فخامة رئيس جمهورية الفلبين والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد ليلة الماضية كما كان في الاستقبال سعادة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة